ايش كان لأسيلة هيا كثيرة بحاول اخذ يعني اه ما صحة حديث عمرات في رمضان تعدل حجة هذا حديث صحيح رؤى البخاري بس البخاري اللبزه تعدل حجة معي طيب اده حاجة من عندي بقى هل اللي ده يغني عن الحج لا لا يغني عن الحج لان الحديث ده هو تعدل حجة معي داخل في باب الجزاء وليس الاجزاء وانا زمان سلفات تقريبا تكلمت في المسألة دي وطولت شوي الفرق بين الجزاء والاجزاء يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من قرأ قل هو الله احد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله طيب واحد قرأ سورة الاخلاص ثلاث مرات هل تساوي هل يتساوي هذا القارئ مع رجل ان قرأ القرآن من الفتح الى الناس اي واحد فيك ما يقول لا طيب ايه الفرق وهو الذي يقرأ كله الله احد ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله وكأنما دي مش كأنما يعني يعني حاجة تشبه كده لا قرأ القرآن كله طيب هذا لا يستوي مع الذي قرأ القرآن من اول الفتحة الى الناس طيب الذي قرأ القل هو الله ثلاث مرات ده داخل في باب الجزاء جزاؤه عند الله أنه قرأ القرآن لكن من قرأ قل هو الله ثلاث مرات لا يجزئه عن بقية القرآن ها لا يجزئه عن بقية القرآن فيبع هناك فرق بين الاجزاء وهو سقوط التكليف بالفعل يعني ان يفعل المرء يبع اجزائه ذلك ها زي مثلا يقولك من صلى في ارض مغصوبة اجزأته صلاته وقد اساء اجزأته صلاته يعني لا يلزمه ان يعيد هذه معنى الاجزاء ان فعله للفعل اسقط عنه اسقط عنه التبع هذه معنى الاجزاء اما الجزاء فده داخل في مسألة الثواب يبه هناك فرق بين الجزاء والاجزاء فالذي يحج الذي يعتمر في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعدل حجة معي اي جزاء وليس ايه اجزاء هذا لا يعني يسقط عنه حج الفريضة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة